العقل البشري في قوانين جواه. من ضمن قوانين العقل البشر اسمها قانون التفكير المتساوي. يعني التفكير المتساوي. طبعا انت عندك قلق. في شغلك اتعلمت يعني قلق. لها ملف جواك. ممكن تكون قلق في حياتك. حياتك الشخصية. في حياتك المهنية. في حياتك المادية. في حياتك الصحية. كل ما هي تعمل حاجة تقلع. والقلع برا عن ايه? حاجة ما حصلتش. فده قلق. من حاجة لسه ما حصلتش حتيجي في المستقبل. وده لأنا لازم تركع بكده. طب وكل ضغوط النفسية من الماضي. لان ده اللي انا تعلمته. فانا ضغط عن ايه نفسي في الماضي. وحصلت لتجالب سلبية. ورعت حالة مفتوحة. روح تداخل جواها. وروح تماشي جوا الملف. فانا عملها كبر في السن. لكن في الحكمة لا. الملف لسه مفتوح. وروح تخارج برا عشان حد يعالجني او يساعدني. مابش اي مشكلة. هدي لك حجوب. هيعمل كل يقدر عليه. لكن انت جوا الملف. لابا لازم تخرج برا عشان تنفصل. ودي اسمها الانفصال والاتصال. اللم تنفصل عن ملفاتك العقلية لن تغلق. لان في حالة اول ما اخرجها انا من برا ببص عليها ابدأ الحد انت حسيسي ببصي لها بطريقة موضوعية وبعدين اقول اتعلمت من هي. طب لو رجعت تاني للماضي. اصرف تاني زي بطريقة مختلفة. ودي هنعملها ان شاء الله استراتيجية اسمها استراتيجية تغيير الواقع. هل ممكن انسان ممكن يغير واقعه? هل ممكن انسان يغير الواقع? ما حدش يقدر يغير الماضي. ولكن ممكن اغير ادراكي في الماضي. ممكن اغير الواقع في الماضي. يعني ممكن بعد كده. ابو سليل انا حسكر بصيبة هنا. ممكن اغيرها? مهلاس حصلت. لكن ممكن اغير ادراكي فيها. ممكن اتعلم منها. ممكن لما اجي افكر فيها النافس اصبحت افضل. اصبحت احسن. اصبحت اقوى. يبقى في الحالات دي اروح لاجها تاني كده للماضي. ولو حطيت نفسي في الماضي تاني من الاولي جديد. اتصرف ازاي? اروح اتتعابلات الوجه الجديدة. ووضع الجسم الجديد. والتنافس الجديد. والفكرة. وترتيب افكاري. وروح اعملها استراتيجية عقلية جديدة. واربطها باحسيسي. واي حاجة تعملها باحسيسك. العقل اللواعي يفتكر انها صح. ودي روعة العقل اللواعي. دي هدية تانية من هداء الله سبحانه وتعالى. انه لا يعيب الاشياء هو فقط مخازن زاكرة. فلما تقول له حاجة وتحط فيها عسيسي مشتعلة يبرمجها لك. ولما اتكررها اكثر من مرة يحاولها لك اعتقاد. ويحاولها لك تكيف عصبي. اه تأودي العادات بتحصل كده. اربطها بالسعادة خلاص بتجوز منك. يبقى في الحالات دي ممكن اعمل نفسي عادة جديدة. ان العادة الجديدة دي ان انا اتحكم في نفسي. مهما كانت الظروف. مهما كانت التحديات. وافتكر كويس جدا ان انا مش شغلي. وان انا مش احاسيسي. وان انا مش تولي ولا عرضي ولا اسم العيلة. ولا انا فلوسي. طب انا مين? افضل مخلوق عند الله سبحانه وتعالى. انا اللي استخرني السماء الارض وما بينهما. انا اللي مخي في مية وخمسين مليار خلية عقلية. انا اللي عنها بتفتح وتلفل اكثر من تمانتاشر مرة الف اليوم. بيتميز عشرة مليون في الحال. انا اللي قلبي بدو مية الف مرة في يوم من غير ما افكر. انا اللي بساني فيه تلت طبعات. انا 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 دي الانا اللامتهية. فيه الانانية والانا اللامتهية. الانانية منقسم لك قسمين. انا ونية. يعني الانية اللي بتخلي هزي الانا توصل للذات السفلة. لكن الانا اللامتهية. دي معجزات لا محدودة. فتقول انا اللي خلال الله سبحانه وتعالى ولا طولي ولا عرضي ولا شكري ولا وزني ولا انا بسطوك ماركت ولا انا حاجة طب ايه دول? دول نشاطات الحياة. مش دخلت فيها? وانت اللي قررت تدخل وتعلمت تعمل ازاي? ولازم تعرف ان فيها نتائج. يبقى نتائج فيها. ممكن تكسب مرة. ممكن تخسر مرة. يبقى شيء بحكاية المكسب والخسارة. وخش بروعة داخلية. وتعلم كل مرة. فبقى في الملفات العقلية. مجرد من ملف العقلي. اتقفل يعني اتقفل. مهارة. فلما الموخ يعمل دورته ويروح للماضي حالية مهارة. يفوتها لك. يروح للملف تاني اصبحت مهارة. يفوتها لك. ففي الحالات دي الماضي غيرت الماضي. وعملت تنظيف في الماضي. لما حد يقول لي ممكن نعمل تنديد في الماضي. اكيد. طب انا اضع في الماضي ازاي? تغيير ادراك الواقع في الماضي. ده اللي احنا نتعلم منه. اسأل اي انسان ممكن تغير الماضي? يقول لك لا. طب لو ريعة تاني اللي ماضي تتصارب بنفس الطريقة? يقول لك لا. طب تعمل ايه? اعمل كزا وكزا وكزا. طب عايزك تعمل كزا وكزا وكزا? لو تحطي تانية نفس الموقف حاسس بيه? حاسس براوعة. ممكن تحطها لي في تكر انها هي فعلا كده. وبين انت اخدها في الوقت الحاضر وتعمل نفس الشيء وتخدها في المستقبل. اصبحت هذه الصورة مبنية على حط زمنك في الماضي. والحاضر والمستقبل لما المخ يفكر والمخ يفكر بالصور على هذه الصورة اللي انت عاوزها مش اللي اتفرضت عليك. يبقى فرحات دي اصلت المرحلة عندك تحكم في الزاد. فدي قوة تحكم في الزاد بتعرف ان الانسان بيفكر بالصور. وهذه الصورة رحتنا داخل فيها والضبطها بالطريقة اللي انا عاوزها. المخ يفكر بالصورة. والصورة لها موقف مخك. وليها مسافة مخك. وليها مساحة مخك. وليها حجمك مخك. وانت جواها متصل او برا التجربة مفصل. وليها بنواز. وليها الوان. دي هي لغة المخ. لو تعرفها لو عندك تجاب سدية جدا. وبحطوته قدامكم. على فكرة انا كلمت في الموضوع ده قبل كده. سمتها سبمودارتي او الشكليات الثانوية. المودارتي او الحواس الخامسة اللي هم موجودين. تفاصيلهم الصغيرة دي لغة المخ. لو غيرت تفاصيل الحاجات دي تغير التجربة بحالها. لان كل تجربة من تجارب مخنا. ليها تركيبة. لو غيرت التركيبة تغير التجربة. فانا ممكن اغير الواقع في الماضي? اكيد. ايه السبب? غيرت تركيبته. انا اتعلم منه. اروح اتاني هنا للماضي بالساعة النفسية. وانا هنا في المكان ده اروح مغيره. احط تعبرات مختلفة. وحط وضع جسم مختلف. وحط التنفس مختلف. وحط السبب اللي انا عاوزه. وانا كان نفسي فيه. وروح داخل فيها بقى حسيسي. وروح اعمل منها صورة كبيرة. وروح داخل كده جوة الصورة. وتنفس جواها. واجيها تعقب تنفسي. بعدين اخرج منها. واجيها قطاع. وليها بتطفح حولي. وروح جاي هنا في الوقت الحاضر. وروح اعمل نفس الشيء. اصبحت الصورة في الماضي والحاضر. وروح راع كده المستقبل. وروح اعمل نفس الشيء. اصبحت الصورة في المستقبل. اصبحت على خط زمني. عملت لها استراتيجية تغيير ادراك الواقع. يبقى في الحالة دي لما المخي يعمل الدورة الزهنية. حيلاقي الواقع تغير في هذه التجربة. طبعا دلوقتي اعمل ايه? دلوقتي اصبحت احاسيسك ايجابية. ليه? عرفت استحابة. عرفت حكم فيها. لقى الاحاسيس عبرها عن ايه? شوية افكار. جاءت لك فكرة معينة. اخدت الفكرة دي. حولت كزا. وديك حوصلة كزا. زي بقولك. افكارنا جاي من segunda وانا بقول ايه الفرق? بين الفكر والمفكر والتفكير. ايه الفرق بين هم? هتلاقي المفكر هو السبب في الفكرة. هو اللي حط الفكرة في ذهنه. والفكرة اعملت عملية التفكير. والتفكير اعمل عملية التركيز. والتركيز اعملت عملية الانتباه. والانتباه اعمل احاسيس ولا حسيس أعملت السلوك والسلوك أعمل لنتائج والنتائج سببت واقع والواقع يتسع وينتشر بالنفس لو من السبب يوم؟ إدراكك والإدراك سبب لي أفكاري أنت المفكر اللي حدت الفكرة ارجع للمفكر تغير الفكرة وليشوف راوة الله سبحانه وتعالى أن الله لا يغير ما بيقامل حتى غير ما بينفسهم أنت يا مفكر السبب الفكرة روح غير الفكرة وفي أنفسكم أفلوا تبصرون خش جواك حتلاقي التقدير الزاتي جواك وحتلاقي الثقة في النفس جواك وحتلاقي الصورة الزاتية جواك وحتلاقي التحقيق الزات جواك وحتلاقي المسألة على الزاتي جواك كلهم جواك وانت السبب فيهم فربنا يغير كل حاجة فيك في خلال ستة شهر العمود الفقري بيتحلل وغير كل ستة شهور المعدة بتتغير كل سبع أيام الكلا بتتحلل وتغير كل ستة أسابيع الكبد بتحلل كل سبع أسابيع كل حتى فيك بتتحلل وتتوضى وربنا خليك جديد لنج بيس يسيب لك حاجة افكارك لان انت السبب فيها وان الله لا يغير ما بيقامن حتى يغير ما بينفسهم يا انسان اول ما تقول يا رب بيقولك لبيك عبدي تقوله يا رب تبغيرني انت متغير من زمان جوات ملفات عقلية ايجابية وجوات ملفات عقلية سلبية لما تقرر تاخد من فيهم قرار بتاعك انت فما تطلبش يا رب بغيرني لان انت متغير اساسا عندك الملفات ما تختار بتختار الملف السلب يتقول يا رب ديني الايجابي مش انتو اخترت ده فربنا اقولك ان الله لا يغير ما بيقامن مجرم تغير نفسك ربنا حاطتلك الملفات كلها حتلاقي الملفات الايجابية تبدأ تتفتح والملفات الروحانية تبدأ تتفتح وتلاقي روعة داخلية نفسك جاي وانت بتستسمر فلوسك وانت بتستسمر مش بس فلوسك بتستسمر وقتك الفلوس ممكن تروح وتيجي الوقت لا عشان كده لما يجوا لك ازاي كل يوم ان يصبح فيه الانسان يقول انا يوم دديد على عملك شهيد فاختنمني لان لا ولن اعود الى يوم القيامة وهشهد ضدك او هشهد معك في بعض الناس بانجليزي وقال لك ازاي فيطلع المثل من رومي الوقت اللي انا عايزين للموته ده هو اللي بيومتك في الاخر والوقت ماشي وانت مش عايز تركب القطر انت حر انت لوحدك فين فمحطة المكتابين هتليهم كلهم مكتابين زيك الاهوة مكتابة وكلهم مكتابين وتاخدوا هتشال المكتابين وحط لك ينوت عبدالحليم نار وتبقى مكتاب كده وبعدين تجيب خمسين واحد تاني معاك وجيلك تخلف وتخرج ولكن القطر ماشي فلما دوس لانا تدبست في حاجة عملك الاحسان السلبي غير ادراكك في اللي حصل غير ادراكك في الواقع غير التجربة في ذهنك اتعلم منها حولها المهارة حتلاقي العقل باشي يقول لك الله دي قدرات با اه طبعا لان كل واحد فينا ماضيع برا عن ايه بنسباله خبرتك تجاربك ما كلنا بنخطئ ولو ما اخترتش ما عندكش لتجارب ولا عند الخبرات ولا عند القدرات ولا تقدر اطلاقا انك تتحكم في شعورك واحسيسك عشان كده لانا بقوله باستمرار عشان توصل لاعلى درجة بالاحسيس الايجابية لازم تعيش كل لحظة كأنها اخر لحظة في حياتك لان والله ممكن تكون اخر لحظة في حياتك تعيش بحبك لله سبحانه وتعالى اجبت طبع باخر رسول على الصلاة والسلام والرسل والانبياء والصحابة وليس صلاحين طب وبعدين اقرأ اعمليه يعني اتعلم وحسن نفسك كل يوم خلي عقل التحليل يكون افضل طب وبعدين حطها في الفعل ولما تحطها في الفعل اعمل الاخوة التلاتة القوة السلسية انك على طول تكون مرتزم بيها وتكون مصر عليها وتكون منضبط فيها وبعدين خليك مارن فيها وعيش بالصبر وخصوصا عيش بالحب وقدر ايمة الحياة والسلام عليكم ورحمة الله